البلبلة اللي حصلت خلت ناس كتير جداً تصورت إن ده مش الحسب اللي احنا عرفها وإن ده فيروس تحور وإن فيه المسألة متكتم عليها هذا الكلام خالي تماماً أو عالي تماماً من الصحة احنا مش من مصلحة وزارة الصحة إنها تخبي حاجة احنا أكثر الناس شافة فيه وبنتكلم بوضوء والدليل على كده إن أنا جاي لحضرتك وبتكلم معك هنخبي ليه يعني لو حصل حاجة زي جداً وبعدين عايز أقول لحياتك إحنا معنا مؤسسات يعني معنا الWTO من نظمة الصحة العالمية ساكنة في وزارة الصحة معنا الCDC معنا كل الهيئات والمؤسسات العلمية اللي على مستوى العالم كلها ما نقدرش إن إحنا نخبي حاجة أو فيه حاجة لا لا فيه شفافية وفيه وضوح وبالتالي يا حضرتك بتقطع إن ده فيروس الحسبة العادي بالضبط اللي بيجي للناس من زمان وعرفينه بالضبط وإن ما تسبب في حالات الوفاء كانت ظروف أخرى يريد حيك تقولها لنا إيه الفئات الأضعف اللي علينا تخاف أكتر أنا قلت لحضرتك يعني أنا رسالة بوجهها لكل أهلين في مرسى مطروح في الأماكن الحدودية في النجوع والكفور والقرى إنه أي حد بغض النظر عن الحسبة أو أي مرض أي حد يشعر إن ابنه مريد لازم يتوجه به لأقرب مكان بيقدم خدمة صحية عشان الولد ياخد الرعاية الكامل ترجمة نانسي قنقر